السؤال الثالث شنو كان؟ أريد هذا وليد لا العفو الأخ وليد ظاهر ناصبي درجة أولى شيخنا لا خلي الآن نقول ناصبي أو مناصبي لا نحكم عليه بشيء وإنما واضح أنه ينطلق من أرضية الجهل يعني يقول أنا راح أتكلم هذا الكلام على القناتكم للمرة الأولى وأريد الشيخ يسمعنا شنو قال أولاً اللهم العن من سكت عن زوجتي ولم يدافع عنها يعني تقصد عثمان بن عفان؟ نعم شما أنه تقصد حتى صحح لك معلوماتك يا أخ وليد شوي أقرأ التاريخ أكثر تكتشف أنه حاشى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سيف الله الغالب صلوات الله عليه وروحي فداه ألا يدافع عن زوجته والله كذبوا عليكم بل هبك الليث وأخذ عمر بن الخطاب هذا الملعون النغل أخذ شنو سوى بي راح ودأ سبطنا وقعه أرضاً الرواية التاريخية تذكر أخي بس أنت اقرأ واستمع إلى محاضراتنا أكثر موجود كله موجود بالمصادر بالجزء بالصفحة كله نقلنا أخذه أخذه الرواية تقول أخذه من تلابيبه وطرحه أرضاً ووجأ عنقه يعني برجله الشريفة داس على عنقه هالشكل هذا عمر داس على عنقه وثم جلس على صدره وهم بقتله هم بقتله أمير المؤمنين عليه السلام هكذا فعل بآخر لحظة طبعاً عمر كان يصيح يستغيث الروايات تقول أرسل عمر يستغيث فجاءه خالد ومعه جماعة حاولوا يخلصونه من يدي أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فأمير المؤمنين أراد أن يبطش به خلاص أن يقتله ولكنه ذكر وصية رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له أما والله يا ابن صهاك الزانية هذا تاريخك ونسبك ليش قلنا نغل لأنه بالفعل نغل كان أما والله يا ابن صهاك لولا كتاب من الله سبق وعهد عهد به إلي رسول الله صلى الله عليه وآله لعلمت أنك لا تدخل بيتي أنت ما جرأك على دخول بيتي إلا أنك تعلم أن رسول الله مقيدني بوصية الصبر أنه أصبر على جرمكم وإذائكم لي رسول الله هو أمرني هكذا قال لي أصبر عليه يعني لا توصل إلى مرحلة قتل أما أدافع عن زوجتي أطردكم عن بيتي هذا ما صنعه أمير المؤمنين طردهم عن بيته منه قال لك ما دافع عن زوجته الطاهرة علي الصلاة والسلام أنت اللي ما فاهم التاريخ جيدا ولا تعرف الأحداث جيدا ما قرأت تسمع لذول أشيوخ الفضائيات البكرية اللي طالين عليكم كذابين دجالين وليس لديهم الجرأة في أن يواجهون ويناظرون يلا هذا احنا أمامك الآن نعرض كم مرة نتكلم ونقول تعالوا ناظرون ما يناظرون جبناء خوافين عرفت فيضحكون عليكم بهذا الكلام تعبئة مسمومة ليل نهار يعلمونكم كلام باطل مخالف للتاريخ أي أما الذي لم أصلا حتى أمير المؤمنين ذات مرة قال لعمر قال مضمون كلامه الشريف أنه في قضايا الزهراء عليه السلام قال لقلعت الذي فيه عيناك ترى شوف إذا تعدى حدودك أقتلع الذي فيه عيناك يعني رأسك هذا أقطفه أقتلعه من جسدك من قال لك ما دافع عن الزهراء عليه الصلاة والسلام إنما الذي لم يدافع عن زوجته هو عثمان نعثل بني أمية رواياتكم تذكر أنهم دخلوا على بيته بعد محاصرة أربعين يوما يعني مرة يعني يدري الأحداث إلى ماذا ستتطور أما علي بن أبي طالب دخلوا بيته بالإجماع بغتة فجأة دخلوا مبعد محاصرات لمدة أربعين يوما دخلوا هكذا اقتحموا داهموا الدار فجأة أما عثمان يعلم كان أربعين يوم الإخوة المصريين وغيرهم كانوا قد قاموا بثورة إسلامية عارمة ضده فحاصروه لمدة أربعين يوم يطالبون منه التنحي ما كان يتنحى فحاصروه أربعين يوما وقالوا له تنحى عن الحكم ما سمع الكلام ركب رأسه فكان من الطبيعي أن يقتحم عليه داره وكانت له امرأة اسمها نائلة هذه صفحات مجيدة من تاريخ عثمان بن عفان كانت له امرأة يعني يحتمي بالنساء هذا من بطولته بدلا من أن يأمر نساءه يقول لهم اذهبنا إلى جوف الدار لا تقفنا هاهنا لأنه القضية سيدخل هؤلاء رجال إحنا رجال مع رجال نتقابل لا احتمى بالنساء لأنه عمر عثمان ماذا كان خوار جبان في معركة أحد غاب عن المعركة ثلاثة أيام ثلاثة أيام بلياليها فجاء واحتمى بالنساء كانت له امرأة اسمها نائلة وهذه التي حاولت أن تدافع عنه وتحاميه فكانوا يضربونه جاء السيف على يدها فقطعت ماذا أصابعها هذا كله جرى على عثمان وعثمان أمام عيني عثمان ولم يحرك ساكنا لم يحرك ساكنا وكان يقال له كان يقال له ارجع إلى صفحات تاريخكم التي عرضناها في محاضرة مفصلة قيل له إن القوم يريدون قتلك واستباحة حرمتك أنا يقول لا أنا خلص أنا يعني مسالم لا أواجه أحدا فقالوا له سيدخلون بيتك قال لا لا تمنعهم لما لم يدافع لما لم يحمل سيفه لما لم يدافع عن امرأته خاصة بالمخازي التي حصلت اعتدوا على امرأته أمام عينيه ضربوا على عجيزتها وقالوا إنها لكبيرة العجيزة تحسسوا على عجيزة امرأته أمام عينيه ما حرك ساكنا قاعد هكذا جبان بلا غير بلا غير بلا مروء وثم أجهزوا عليه وقتلوه فإذا قصدك من هذا اللعن الذي تقوله أن تلعن عثمان فنحن نقول اللهم آمين ما عندنا مانع أما إن قصدت أمير المؤمنين علي عليه السلام فهذا مبرأ منه أمير المؤمنين عليه السلام وهذا كذب عليه وعليك بقراءة التاريخ من جديد لتكتشف أن هذه أكذوبة